كنا نتحدث عن أن هذا المشهد هو مشهد تاريخي في تاريخ مصر للسلاسة واليسر الذي تسير بها الانتخابات سواء كان هذا من المشاركة الكثيفة التي تقطت 45% من المواطنين أو من التسيرات الكبيرة التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات يعني اليوم الثاني 45% يعني دلوقتي الساعة السادسة يمكن كتير من الناس بتكون حريصة أنها تروح اللجانة الانتخابية بعد انتهاء العمل لسه قدامنا ساعات ولسه يوم كمان يعني المشاركة في ازدياد رؤيتك لهذا المشهد ما احنا شايفين طبعا المشهد ده مشهد تاريخي وأتصور أنه هو حجم المشاركة دي بالنظام ده بالشكل اللي هي مخرجة بين إنها انتخابات حقيقية ديمقراطية تعددية فيها درجة كبيرة من الشفافية والمصداقية هترسم شكل حاضر الدولة الدولة المصرية و45% وحنا لسه منهناش ولسه بكرة احنا مشوفناش مشوفناش النسب دي قبل كده في مصر حتى في 2012 الناس كنت بتقول النسب كبيرة بس كان في مصر النسب كبير على تقسيم مصر يعني كانت الناس نزلة مش نزلة زي دلوقتي الناس نزلة دلوقتي عشان تبني مصر انتخابات حقيقية ديمقراطية حقيقية على برامج على تعددية على مشاركة بتعبر على رقي وحضارة شعب واللي احنا شايفينه من الهيئة الوطنية والنظام هو على الحقيقة بيعبر عن وضع حضاري احنا بيعبر ان احنا بالنسبة لنا شكل التوابير الموجودة وشكل التسهيلات وشكل الشباب أمام اللجان كسافة الشباب في المشاركة في عملية تسهيل الانتخابات للمواطنين يعني منظر تحس كده ان هي دي مصر اللي احنا عايزين نشوفها اللي بنطمح اليها انت عم بتشوفي بتشكلي مجهد فواعي ووجدان المصريين ان احنا بقالنا عشر سنين تعبنين وبنبني بدأنا نجني السمارة الحقيقية ده هيبقى شكلنا احنا بالنسبة لنا كمصريين طريقتنا في السياسة ده هيعنى عكس على الوضع الاجتماعي بشكل كبير جدا تماسك الاجتماعي مستوى الوعي مستوى الهوية الوطنية الاجتماع على هدف واحد وده نقطة مهمة جدا مسألت الهوية الوطنية دي دكتور يعني وده ايمن المصريين بينتبهوا اليها يعني بصورة اساسية وبيستشعروا كده يعني متى تكون مصر هي الاولوية ومتى نحافظ على امن مصر وهذا الامر بيكون له تأثير كبير جدا مش بس على مشاركتهم على الاداء الالعام في المجتمع المصري ترى وشفتي في الفترة اللي فاتت في موضوع الهوية والشخصية المصرية هتشوفي من شكل القرارات اللي خدتها الدولة المصرية يعني ان هي مصر دولة قيامية يعني مصر بالنسبة لها دولة كبيرة ولها قيمة كبيرة في المنطقة وترقتها في تناول الاحداث حتى الاحداث السياسية اللي هي مبنية على العملية والبراجماتية المحضة مصر تليها كان حريصة جدا على ان هي بنسبة لها على القانون الدولي على القانون الدولي الإنساني على ما يحدث في غزة على ثوابت محددة بتنطلق منها الدولة المصرية على وقفها الى جانب يعني الاشقاء في فلسطين بكل القوة واليعني مادي ومعنوي وكل شيء يعني درها المعتدين عليه ما هو يعني ملامح الشخصية المصرية انها شخصية لها تطمح للعدوان ولكنها قوية صحبة موقف ليها شكل بلانا نشوف شكل احنا بالنسبة لنا شكل دلوقتي الإيجابية اللي موجودة في الواقع الشكل ده لو احنا قلنا حطي يعني المنظر كده البازل كده لو هي قيادة على حجم مصر وإحنا معانا هذه الإيجابية من الشعب من الشعب المصري شكل التطور والرقي اللي احنا الحضار اللي احنا شايفينه دلوقتي وبنمرسه في الانتخابات يقول ايه اللي جاي اللي جاي لو انت ده في أي شعب بالنسبة له مع من كانت التحديات اللي قدامه تتخيلي ان هو بالنسبة له سينتقل نقلات كبيرة جدا ملمح المجتمع سياسيا واقتصاديا واقتماعيا على كل النواحي على كل النواحي طبعا احنا دلوقتي بندشن روح جديدة ستدب في الدولة المصرية مع نهاية هذه الانتخابات الثقة في المخزون المصري الحضاري بتدب الشخصية المصرية بتظهر وبتتدح القوة اللي موجودة دلوقتي في الإقليم والمواقف السبتة اللي قادت وحركت المياه في شكل معين استقلال القرار الوطني الرؤية المصرية المبادئ المصرية يعني انت بتوصفي مشهد على حقيقة هو مركب ولكن شديد القوة وشديد الثراء بيقول ان احنا بالنسبة لنا على الرغم من الوضع اللي احنا بالنسبة لنا تحطينا فيه عمدا لانه هو بالنسبة له ظهر من الواقع ان احنا بالنسبة لنا ان كان فيه تحاكل على مصر مؤامرات من 2011 الى الان لا تنتهي